السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي مقطعنا اليوم كل شيء عن الموسم الخامس شابتر فور فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بليك خلان نبدأ بالتفاصيل في هذا المقطع جبت لكم كامل المعلومات والتسريبات عن الموسم الخامس شابتر فور وهيكون معنا الجزء الاول بعد كده اذا ظهرت اخبار تانية هنزل لها مقطع وحيكون الجزء التاني ابتداء من الجزء الاول حبدال لكم القصة من البداية الى المعلومات اللي احنا وصلنا لها عشان تعرفوا كامل المعلومات بالتفصيل اباكم تركزوا معايا تمام اول شيء نبدأ بخطة اسلون ركزوا معايا في هذه الخطة الخطة هذه لها ثلاثة مراحل المرحلة الاولى يقول لك يعادة بناء الجهاز لحضار كادو تورن الى الخريطة ان كانت تذكروا في الموسم الثالث كان معانا جهاز صنعته اسلون عشان تحضر كادو تورن الى الماب المرحلة التانية سرقت الى الزمن هي ليش جابت كادو تورن خطتها الاساسية سرقت الى الزمن لانها يعرف انه كادو تورن لو جاه هيجي معه الى الزمن المرحلة التالتة يقول لك اكبار الصيادة وميضة الغسق لقتل كادو تورن يعني بعد ما جاء كادو تورن ومعه الى الزمن اقبرت الصيادة وميضة الغسق لتقتل كادو تورن عشان تاخد الى الزمن وعشان تسوي خطتها بدون ما أحد يخرب عليها يقولك كما قالت في الموسم الثالث في السيزن الثالث كان في عندها رسالة صوتية يقولك لدي طريقة لمغادرة هذه الجزيرة استخدام آلة الزمن للعودة إلى الماضي حيث بدأ كل شيء هذه كانت خطتها الأساسية تجيب كادوتورن تأخذ آلة الزمن ترجع للماضي حيث بدأ كل شيء هذه الملاحظة أو هذه الأشياء ذكرها المسرب على حسب تفكيره وصراحة الخطة كانت مضبوطة يعني الترتيب اللي رتبوا المسرب هذا ترتيب مرة تمام طيب خلينا نتكلم على بقية المراحل أول شيء أما حظهر كادوتورن إلى الماب كان معاه آلة الزمن بالتحديد 26.30 ظهرت معانا آلة الزمن وكان مكتوب عليها التاريخ 2018 شهر 7-12 اللي هو الموسم الخامس شابتر 1 بعد كده كانت موجودة آلة الزمن في الخزانة بعد كده آلة الزمن اختفت من الخزانة وشكلها أنها انسرقت من الخزانة وسبب السرقة هذه ممكن تكون اسلون بعد كده ظهرت آلة الزمن في المروجة الواسعة وجلبت معاها أشياء من الماضي اللي هو من الشابتر 1 إلى الحاضر بعض الأشياء اللي جابتها خلينا نتكلم لكم بطريقة سريعة اللي هو رأس الطماطم عندنا الكوب ورأس البورغر هذه جميع الأشياء اللي جلبتها من الشابتر 1 طيب وفقاً لملفات اللعبة الصوتية يقول لك لوفقاً لبعض الحوارات المضمنة في ملفات لعبتنا سيكون كادو تورن ميتاً على يد وميضة الغسق يعني كان فيه اتصالات بين اسلون والصيادة وميضة الغسق هي إجابتها علشان تقتل كادو تورن مجرد أنها تقتل كادو تورن تاخذ آلة الزمن وتنفذ خطتها بدون ما حد يخرب عليها هذه كانت خطتها بالكامل لسلون وميضة الغسق من هي خلينا نبينكم هي اللي هي هذه الشخصية اللي هي حزمة الطاقم شهر اكتوبر بعد كده فورتنايت أرسلت بكيج لبعض صناعة المحتوى ليس سوت الحركة دي لأنه آلة الزمن لما وصلت للمروجة الواسعة القصة بدأت تهدى كده والمسربين يعني ما عادت تكلموا عنها بعد كده سوت فورتنايت حركة يعني سوت حركة للقصة عشان ترجع من جديد أرسلت بكيج لصناعة المحتوى خلينا أبين لكم كامل محتويات البكيج ركزوا معي تماما أول شيء حيكون فيه عندنا ملف فيديو في هذا البكيج أول ما يفتحوه حيشغلوه حتلاقوا فيه اللي هو أحدث الثقب الأسود ركزوا معي شوف أول ما شغلوه هذا هو الحدث بعد كده فيه عندنا ملاحظة أرسلوا لهم إياها حديكم كامل التفاصيل عن البكيج كل شيء لوحده تمام بعد كده فيه عندنا هذا الشكل هذه الميداليات وفيه عندنا هذه الدبابيس هذه الدبابيس دائما فورتنايت تعطيها الموظفينها في كل موسم يكون الشكل جديد وهذه الدبابيس دهبية بعد كده فيه عندنا هذا الأحمر اللي شكله زي السي دي طيب أول شيء اللي هو حدث الثقب الأسود ممكن نهاية الموسم الخامس نهاية الموسم الخامس حيكون فيه عندنا حدث وممكن حيكون مشابه للثقب الأسود هذا أول شيء الشيء الثاني الدبابيس هذه الدبابيس هذه ترمز لعدة مواسم عندنا من الخامس إلى الموسم X اللي هو العاشر تمام طيب ليس سوت فورتنايت هذه هذه سوتها حركة تلميحة لهذه المواسم ممكن حيكون فيه شيء في خلال هذه المواسم حتكون لكم إياها الآن عندنا اللي شكله نفس السي دي الأحمر موجود عليه رسمة اللي هي رسمة خريطة الشابتر ون ركزوا معي في هذا المقطع عشان تشوفوها نفس الشكل لاحظوا هذه هي الخريطة شو؟ نفس الخريطة شابتر ون طيب فيه مقطع تاني ظهر معاهم مع صناع المحتوى اللي هو الأيتم شوب القديم في الشابتر ون بس صراحة كل المسربين المستغربين ليش فورتنايت عرضت هذا الشيء اللي هو سكينات الهيلوين للموسم الشابتر أول طيب خلينا أتقول لكم الأشياء اللي مذكورة في هذه الملاحظة يقولك نشكرك على دعمك لنا منذ البداية وعلى كونك جزءا من أصول لعبة فورتنايت الآن لديك الفرصة للبدء من جديد بقي سؤال واحد فقط أين نسقط تلميحة عن الموسم القادم يقوله أنه اسمه أين نسقط أو أين نهبط طيب التحديثات المخطط لها في السيزن خمسة شابتر فور السيزن الخامس شابتر فور حيكون مدته زي ما قالوا المسربين شهر كامل أنا ما أنا عارف كيف حيكون موسم في شهر الله أعلم لكن قاله حيكون موسم مدته شهر كامل حيكون معنا أول شيء التحديث 27.0 بعد كده التحديث 27.10 بعد كده التحديث 27.21 آخر تحديث اللي هو 28.0 اللي هو تحديث الشابتر 5 لأنه بعد الموسم الخامس حيكون معنا الشابتر 5 فحيكون في حدث وزي ما قلت لكم ممكن الحدث حيكون قريب من حدث التقبة الأسود في معلومات قالوها بعض المسربين صراحة المعلومة هذه ما دخلت دماغي لكن أنا حتكون لكم إياها قالوا في الموسم القادم اللي هو السيزن 5 شابتر فور حيكون كل أسبوع عندنا ماب جديد بسبب خلل في آلة الزمن يقول لك بسبب الخلل في آلة الزمن حيكون عندنا كل أسبوع حيضيفوا ماب جديد من الشابتر 1 يعني مثلا حيجيبوا ماب الشابتر 1 سيزن 5 السيزن 6 السيزن 7 زي كده هذا اللي قالوه صراحة أنا ماني متأكد من هذا الشيء لكن كثير من المسربين ذكروا هذا الشيء وحيكون في أسلحة في كل ما بنحطه إنضاف معانا حيكون في أسلحة جديدة وأشياء غير تمام طيب أما بقية المعلومات أنا حتكون لكم صراحة ثلاثة أشياء خطرت في بالي اللي هي ثلاثة احتمالات للموسم الخامس الاحتمال الأول ممكن حيسو دمجي للخريطتين يعني حيكون في بعض الأشياء من الموسم من الشابتر 1 والشابتر 4 حيسو دمجي للخريطة الشيء الثاني ممكن حيضيفه بعض المدن من بعض المواسم اللي هما ذكروها 6 مواسم كل موسم حيضيفه منها شيء الاحتمال الثالث ممكن حيكون معانا الشابتر 4 وتنضاف بعض الأشياء المميزات اللي تخص المواسم هذه يعني عندها الموسم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والموسم X اللي هو العاشر يعني بعض الأشياء المميزة فيه هذه الاحتمالات وممكن هيصير نفس الكلام اللي قالوا المسربين الله أعلم طيب أما بالنسبة للسكينات 20% من المسربين ذكروا حاجة واحدة قالوا ممكن احتمال أنه فورتنايت تحضل لنا سكينات من هذه المواسم في الموسم الخامس بس باستايلات إضاءة غير يعني استايل غير يعني نفس الاسكن بس استايلات غير ممكن فورتنايت تسوي الحركة هذه لأنه مدام إنها لمحت للستة مواسم هذه ممكن حيسووا الحركة دي إنه يجيبون لنا سكينات من المواسم السابقة بس باستايلات غير تمام هذه جميع المعلومات اللي ظهرت معانا والأشياء الجديدة بعد كده إذا ظهرت معايا معلومات ثانية وأشياء ثانية إن شاء الله حنزلها مقطع وحتكلكم الجزء الثاني بعد مصنع المحتوى سوى هذا المقطع يعني بين الحاضر والماضي صراحة المقطع مرة عجبني فأنا هعرض لكم إياه كعرض أخير تمام؟ فإن شاء الله إذا ظهرت معايا بعد كده معلومات ثانية حنزلها في المنتدى وفي الدسكورد وفي الاستيقرام وإذا ظهرت معايا معلومات كثيرة حسوي لها مقطع وحيكون معايا الجزء الثاني كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2 X2 وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله وفأمان الله